الولايات التي يتعرض لها النظام البيئي في محمية زاكوما كان هو الهدف من الاجتماع الذي جمع مسؤولي الولايات الثلاثة وهي ولاية السلامات وقراء الشارع الأوسط للدورة الرابعة لمجلس إدارة النظام البيئي والوظيفة الكبير لزاكوما مدير شبكة المنتزهات الأفريقية سيد أحمد إبراحيم سيام شكر الحضور ولوالي ولاية شارع الأوسط على تهيئتهم لهذا الجولي قامت هذا الاجتماع في هذه الولاية وقال إن الحكومة وقعت اتفاقها مع شبكة المنتزهات الأفريقية لإدارة وتمويل منتزه زاكوما من جانبه ولولاية شارع الأوسط الضررحمن أحمد برغو خلال ترأسه الاجتماع ثمن الإنجازات التي حققتها شبكة المنتزهات الأفريقية لصالح المجتمعات خلال عملية إنشاء حديقة زاكوما الوطنية ولولاية شارع الأوسط عبد الرحمن أحمد برغو قال أصدر فخامة رئيس الجمهورية محمد إدرس دبيتنو في فبرايل عام 2024 مرسوم بإنشاء منتزه سينياكا بالمينيا الذي يقع بين ولايتي شارع الأوسط وقيرا ويجب أن تكون هناك دقة في مراقبة وتقييم إدارة منتزه السينياكا الوطنية بالمينيا هزا ونذكر بأن اجتماع الدورة الرابعة لمجلس إدارة النظام البيئي الوظيفة الكبير تستمر عماله لمدة يومين ترجمة نانسي قنقر